السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودلوقتي هنشوف Orange وده برنامج حلو جدا في الزكاة الصنايف حاجات حلو قوي زي ما هنشوف مع بعض مثال سهل جدا لو انا عندي قاعدة بيانات وعايز ابدأ اعرضها على سبيل المثال عندي هنا الجزء ده بتاع الداتا وفي حاجات خاصة بالفشوال وحاجات خاصة بالموديل هنشوف حاجات دي كلها مع بعض هقول له File هنا تقدر تحدد اي ملف اللي انت هتشغل عليه تقول له Browse وتختار اي ملف ممكن تختار اي ملفات من الملفات عندك على الجهاز طيب دلوقتي عايز ابدأ اعرض البيانات دي فهقول له Data Table وابدأ اوصل مجرد ان انا دست هنا وصحبت الهين طيب Data Table بدأ يظهر عندي نفس المعلومات اللي موجودة في الجدول طيب انا عايز اعرضها بشكل حلو فممكن ادوس هنا وابدأ اسحب كده واقول له ان انا عايز Scatter Blood بشكل ده او ممكن تختارها من هنا وتبدأ تسحبها هنا وتتعامل معها عادي طيب لو انا دست هنا واو بدأ يظهر لي المعلومات بشكل دوت وزي ما انت شايفه وابدأ اللي انت عايز ايه اللي في الاكس وايه اللي في الواي وايه الكالر اللي انت عايزها وايه الشيب تقدر تختار اشكال مختلفة الصيز اللابل تقدر تكتب مثلا اللينس او تكتب الويتس زي ما انت عايز وتقدر تقبل الرمز وتصغره ممكن تعمل شو color region بحيث ان يشوف الاغلبية بتاعت اللون بتطلع معي في الشكل دوت فده انه او سهل او جدا من الفجوليزيشن وان شوالله نكمل مع بعض شرح البرنامج اشتركوا في القناة